يشارك وزير الأوقاف محمد مختار جمعة محافظة قنة في الاحتفال بعدها القومي هاتي يلتقي قيادات الدعوة بها وللمزيد من المتابع يندم إلينا مراسلنا وليد هيكل وليد سفلنا التفاصيل لديك لافتتاح المساجد والاحتفال بمحافظة قنة بعدها القومي نعم شرويت بالفعل عبر شاشة قناة النيل للأخبار نتابع معكم احتفالات محافظة قنة بالعيد القومي الـ 222 في ذكرى انتصار أهالي قنة الشرفاء على المستعمر الفرنسي وتحطيم الأسطول الفرنسي وبهذه المناسبة شرويت بالفعل افتتحت وزارة الأوقاف اليوم عدد خمسة مساجد جديدة تزيد بتكلفة عن 20 مليون جنيه على مختلف ملن محافظة القنة لكن مزيد عن هذه الاحتفالات واحتفالات محافظة القنة بعدها القومي وتلك الافتتاحات ينضم معنا الآن مباشرة شرويت معاني وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمع سيادة وزير الأوقاف منذ شهر سبتمبر الماضي افتتحت وزارة الأوقاف ما يزيد عن 950 مسجدا حتى الآن ضمنهم اليوم 17 مسجد جديد على مستوى محافظات الجمهورية منهم 7 مساجد جديدة هنا على أرض محافظة القنة كيف يكون ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري خلال الفترة الحالية؟ بالنسبة لما ذكرت من مسألة عمارة المساجد فهي رسالاتنا الأساسية عمارة المساجد مبنا ومعنا تهيئة المساجد للراكعين والساجدين وضيوف الرحمن وإعداد الإمام لمراجعة الفكر المتطرف ونشر الأخلاق والفضائي والمفاهيم الإسلامية الصحيحة تم بالفعل افتتاح ما يزيد على 950 مسجدا منها أكثر من 900 مسجد إحلالا وتجديدا من أول سبتمبر حتى تاريخه اليوم بيتم افتتاح 5 مساجد هنا في محافظة كنة أما في إطار حياة كريمة التي أطلقها السيادة تضييس حفظها الله فنحن ننسك مع كل أجهزة الدولة بما فيها محافظة كنة لعمل نقلة نوعية للتوازي مع عفع كفاءة كل جوانب التحتية في المراكز والقوة والتوابع المستهدفة الجانب الآخر الحقيقة أنا أهنئ سيادة اللواء أشرف الدولي وكل أهالي محافظة كنة بهذا اليوم الإسلام علمنا أن نذكر فضل الله علينا فقال سبحانه وذكرهم بأيام الله أيام الوطنية أيام النصر أيام العزة دي أيام الله عز وجل يوم من أيام الله حققه أهالي قنة في عد ودحوا أسطول بحسابات البشر اللي قبل لهم به لم يكن أهل القنة أوفع سلاحا ولا عتدا ولا عدة ولكنهم كانوا أقوى إيمانا بهذا الوطن وفي كل عيد قومي تجد في كل محافظة شاهد على عظمة هذا الشعب وعلى تاريخ هذا الشعب وعلى حضارة هذا الشعب وإن ما من معتد ولا باغ ولا غاشم قصد هذا الشعب إلا رض الله كيدا كما قال حفظ إبراهيم في قصيدات رئاعة مصر تتحدث عن نفسها كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة تعدي أهالي قنة شكلوا ملحمة باسلة في مراجهة المستعمر الغاشم فتحية لأهالي قنة وتحية لكل مصر محب الوطن كل الشكر حديث سيدة وزير العقاف دكتور محمد مختار قمة وبالانتقال بالحديث مع السيد اللواء أشرف الدوودي محافظ قنة في إطار أو مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لحياة كريمة وتنمية الريف المصري ما جديد محافظة قنة في عيدها القومية في ظل تلك المبادرة سيادة المحافظ لو خلينا أقول لشعبنا في محافظتنا كل سنة هم طيبين وطبعا وجود معالي وزيرة وقاف في محافظتنا يعني ده يعني خلى العيد فرحتين مش فرحة واحدة وإحنا بنرحب به وبنرحب وجوده معنا وطبعا دور الأئمة في محافظتنا دور كبير جدا بالنسبة لموضوع مبادرة سيد الرئيس الجمهورية لحياة كريمة طبعا محافظتنا كباقي محافظات مصر كان لها حظ كبير قوي في هذه المبادرة احنا في المرحلة الأولى كان محافظتنا 12 قرية ثم ازدادوا بعد كده ل32 قرية بتكلفة حوالي مليار واثنين من عشرة في المرحلة التانية من تنمية الريف المصري لمبادرة سيد الرئيس الجمهورية وهي الحياة المبادرة دي أنا دايما بقول دي مبادرة من فخامة الرئيس لأبناء شعبنا في القرى اللي موجودة وفي الريف في الأهلين البسطاء اللي موجودين وأنا بس عايز أكد لأبناءنا ان المبادرة دي يعني هي في كل ربوعنا يعني المرحلة الأولى اللي احنا فيها حوالي خمس مراكز بتكلفة حوالي ما يقرر من 15 مليار لكن احنا مكملين هنوصل للتسعة مراكز ان شاء الله في خلال سنتين من دلوقتي يعني بحد أقصى ان شاء الله يبقى عندنا في 2023 كل قرى هنا دخلتها حياة كريمة وحياة كريمة في محافظتنا تعني ان هي تنمية مستدامة بمعنى ان احنا عندنا بنية تحتية سليمة عندنا مدارس عندنا مستشفيات ووحدات صحية عندنا طرق عندنا كهرباء عندنا غاز طبيعي ترع مؤهلة مراكز شباب كل نواحي الحياة مش بس كده وكمان ان شاء الله الدولة تلقتي في إطار ان هي تعمل مشاريع لأبناء لن داخل القرى عشان ما يحتاجش ان يسافر للمدينة او يروح للقاهرة ويبقى عنده عمل مستدام وده اللي احنا بنسميه مبادرة حياة كريمة هي عبارة عن تنمية مستدامة لأبناء مصر كل شكرا حتى سيادة اللواء أشرف الدويدي محافظ طنع واخيرا شروت في ظل بالفعل التحول الرقمي الذي تشهته الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وتحديدا من مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي هنا في محافظة قنة اطلقت وزارة الاوقاف مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية لكي يستطيع اي شخص الاطلاع على الجديد من بعد دون الوجود داخل المسجد تحديدا وذلك في اطار كما كنا او ذكرنا لتحول الرقمي والتطوير التكنولوجي ومسيارة الرجبة التكنولوجية اشتركوا في القناة